متاعب كبيرة يواجه المعتمرون هنا بمركز التأشيرات للمملكة العربية السعودية خاصة وأنهم قدموا من مختلف ولايات الوطن من أجل استكمال الإجراءات لأداء مناسك العمر عن طريق إجراء البصمة الإلكترونية والله قد يجينا هنا في تعب كبير مع رطورات، مع سيركيلاسيون، مع طريق كرام يخدموا فيها والله حقنا هنا لنقوله الحمد لله أي ولا يجلوا فيها واحدة البصمة سيركيلا، هناك شكرا فينا، هناك واحدة كبيرة، هناك واحدة صغيرة، هناك واحدة مريض، أنا عندي مرضى مزمن اسم إمكانيات للناس اللي يجوا بعد، هذا فطورهم، هناك ناس ديجون لهم مرضى لا يقدروا على الوقوف، هناك ناس ديجون كما نقول لهم أنهم أمراض مزمنة، ثاني لا يقدروا لياش تاني البصمة الإلكترونية التي فرضتها السلطات السعودية وجعلتها شرطاً أساسياً في إجراءات العمر هذه السنة أرقت المواطنين خاصة كبار السنة منهم الذين افترشوا الأرض لغياب أضنى شروط الاستقبال وتأخر الإجراءات جي من المسيلة نجي هنا ولا غير بزيف معالا كومبرومو في الطريق وكذا ولا غير بزيف الساعة الرابعة على الصباح رأنا هنا في مركز خدمة تأشيرة متاع السعودية بزيف الغاشي وقدرنا الروطار بزيف هنا وعندنا ديجا مدة ديجارة عندنا ستسوي على سباح وحنا هنا نستنى رفع بصمة الخجاج عبر سبع مراكز جهوية فقط في الوطن أمر أثقل كاهل المواطنين الذين طالبوا بإعادة النظار في القرار أو توسيع نشاط مراكز الاستقبال وتحسين الخدمات فيها